اشتركوا في القناة والله في قصص لغرابتها لا تصدق يعني إنسان في طريقه إلى منطقة جميلة في وسط القطر ترك المركبة وذهب إلى مطعم فابنه لعب بأذوات القيادة فانطلقت المركبة في الوادي والوادي سحيق جدا فدع الله أنه إذا نجى أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك ونزلت المركبة إلى قعر الوادي وسلمت ثوجته وأولاده وأنجز وعده مرض عضال مصيب كبير عدو كبير إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وتعاني من مشكلة تعاني من مشكلة عقوق الأبناء تعاني من كساد البضاعة تعاني ما تعاني هذا الحديث علاج لكل مؤمن وهذا الحديث هو الدواء لكل داء الدواء لكل مشكلة لكل عدو متربص بنا لكل مرض عضال أعي الأطبار لكل فقر مدقع سبت أمام الفقير كل السبل والله أيها الإخوة في عشرين عام سابقة ما في أخ يضعني أمام مشكلة ليس لها حل إطلاقا إطلاقا أدله على هذا الدعاء وعلى هذا الحديث القدسي وقد أستمع من بعض الإخوة إلى إجابات لغرابتها لا تصدق كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاء فهذا الحديث مهم جدا جدا أقول له صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة قد تأتي أمراض وديلة قد يثقر الإنسان قد يتآمر عليه من حوله وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض بيده كل شيء هو القوة المطلقة هو الرحمة المطلقة هو العدل المطلق يقول لك ألك حاجة فأقضيها لك اسألني يا عبد ادعني ألك حاجة فأقضيها لك ألك ذنب فأغفره لك ألك سؤال فأعطيه ماذا ينتظر الإنسان والله الذي لا إله إلا هو سمعت من بعض الإخوة قصصا لا تصدق حول هذا الحديث مصيبة ما بعدها مصيبة يزيحها الله عنك لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوما من أيام الله وقد قال الله عز وجل أذكرهم بأيام الله يوم دعوته فاستجاب لك يوم سألته فأعطاك يوم استغفرته فغفر لك يوم اعتززت به فأعزك العباء أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة أن تناجيه أن تسأله أن تستغفره أن تطلب عفوه أن تطلب منه أن يتوب عليك لا بد من علاقة مباشرة أخ كريم حدث في حياته إحباط الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية فذهب إلى طبيب غير مسلم طبيب نفسي قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها قال له الطبيب النفسي غير المسلم قال له مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك لا بد من أن تكثر مناجاته كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة يعني المشكلات كبيرة جدا الطالب في مدرسته التاجر في تجارته الصانع في مصنعه الموظف في مكتبه الطبيب في عياته أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان من لك إلا الله بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه يبتليك بمشكلات لهدف الواحد أن يسمع صوقك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه الإنسان ألف الحياة الدنيا ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به فهذا الحديث أولا في الصحاح في البخاري وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم يقول عليه الصلاة والسلام إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجع هو ينتظر وأنا أقول لكم أيها الإخوة لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء كيف أنت حينما تدعوه ويستجيب لك تعلم أنه سمعك وأنه قدير وأنه رحيم وأنه مجيب يزداد إيمانك بالله لي صديق والقصة يمكن من أربعين عام له أب قاسم ظهرت له في صدره التهاب فرأى بعض الأطباء أشاروا عليه بإجراء عملية موضعية وهو يخشى أن يسمح لعملية موضعية فجاء ابنه على استحياء وخوف منه قال له يا أبدي أنا سمعت من شيخي أن داو مرضاكم بالصدقات طبعا زار عدة أطباء يبدو أن التهاب متفاقن لا بد من شق هذا المكان فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء كلهم أجمعوا على عملية موضعية فهذا الأبن ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن داو مرضاكم بالصدقات والده قاسي جدا قال له أنا سأدفع عنك خمس ليرات فإن شفاك الله بهذه الصدقة أخذها منك وإن لم تشفى بهذه الصدقة أنا أدفعه ولا علاقة لك بذلك يعني يبدو أنه شديد جدا الأب فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الأبن الباح وشفيت هذه المنطقة وذهب القيح والتأم الوضع فذهب إلى كل الأطباء الذين زارهم وأشاروا عليه بشق المكان وأراهم كيف شفي تمام وأصبح لهذا الأب اعتقاد بابنه دام اعتقاده بابنه عشرات السنين يعني الله عز وجل ما خيبه يعني حاش لله أن تدعوه مخلصا ثم لا يستجيب لك أن تعلق الأمل عليه ثم يخيب ظنك أن تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك هو أهل التقوى وأهل المغفرة قدير سميع عليم مجيب رحيم بيده كل القوى كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي دصر الله عز وجل أن يؤهل نفسه لتحقق لعود الله عز وجل هنا بطولته أما أن يقع في المخالفات وفي التقصيرات وفي التجاوزات وفي أكل المال الحرام وفي غش المسلمين مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدعو الله أبداً في حجاب كثيف بينه وبين الله إذن الصيغة التي جاء بها مسلم أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر أيها الإخوة الكرام حينما توحد الله وحينما ترى الله وحده فعال في الأرض كلمة فعال لما يريد أنت من؟ أنت لست فعالاً لما تريد لعلك تريد أشياء لا تعد ولا توصى ولست قادراً على أن تفعل منها شيئاً لكن الله فعال لما يريد ليس المجال مجال قصص لكن هنا قصص واقعية والله لا تصدق أنا لي صديق أصيب بمرض خبيث في رئتيه فزرته مرة في البيت قال هناك احتمال أن تجرى عملية في بلاد بعيدة جداً وأن هذه العملية تكلف ثمن بيته الذي يسكنه زرع رئة واحتمال نجاحها ثلاثون بالمئة أنا أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً العينات التي أُقِدت من رئتيه فحصت وحُللت في بلادنا وفي بلاد الغرب فكانت ورماً خبيثاً من الدرج الخانسة أعرف أطباء أثق بهم ثقة كبيرة قالوا لا أمل من شفائه إلا بعملية زرع رئة ونجاحها ثلاثون بالمئة وفي بلاد بعيدة وتكلف ثمن بيته يبدو أنه دع الله عز وجل بإخلاص شديد والآن هو حي يرزق ولا يشكو شيئاً والقصة أظن من عشرين سنة تقريباً فحينما تدعو الله الذي يبدو مستحيلاً في قدرة الله عز وجل أي يأس وأي شعور بالخوف يتبدد حينما تثق بالله يعني وسعت رحمتي كل شيء في مدرسة في باريس أصلها مغربية أصيبت بورم خبيث فقال لها الطبيب يبدو أنه بلغ درجة كبيرة جداً من الانتشار فقال لها الطبيب معك أسبوعان فقط وبعدها تموتين الطبيب بفرنسا فحينما إقلت بالموت ذهبت إلى مكة المكرمة لتؤدي عمرة قبل أن تغادر الدنيا يبدو أنها في أثناء الطواف وقد قالت في كتيب ألفته أنها طافت ثمانية عشر شوطاً من شدة تعلقها بالله وخوفها أن تموت على غير الإيمان وتدلعت من ماء زمزم وعادت إلى بلدها لتموت لكن الله شفاها وألفت كتيباً صغيراً قصة مؤسرة جداً يعني قصص الأمل صفر كيف أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون فرعون بكل قوته وجبروته وطغيانه وحقبه وراء شرزمة قليلة والبحر أمامه ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل كيف سيدنا يونس الأمل صفر في بطن الحوت في ظلمات سلاس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والله في قصص لغرابتها لا تصدق يعني إنسان في طريقه إلى منطقة جميلة في وسط القطر ترك المركبة وذهب إلى مطعم فابنه لعب بأذوات القيادة فانطلقت المركبة في الوادي والوادي سحيق جدا فدع الله أنه إذا نجى أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك ونزلت المركبة إلى قعر الوادي وسلمت ثوجته وأولاده وأنجز وعده مرض عضال مصيب كبير عدو كبير إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر